نظمت الطائفة الإنجلية المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في مصر والاقتصادية النامية بتعاون مع مؤسسة تي سي بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين وبمشاركة 12 دولة ويهدف المؤتمر إلى تبادل رؤى والأفكار حول فرص الاستثمار وتكوين شركات بين رجال الأعمال حول العالم من أجل فتح أفاق جديدة للاستثمار ومساعدة الشركات الرائدة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة القائمة على المعرفة والتحول الرقمية ودعم التنافسية المؤتمر ده مهم لقاء مهم لأنه بيجمع عدد من المستثمرين المهتمين بدعم الاقتصاديات الصعادة واختاروا مصر الأول مرة مصر بلد الأمن والأمان عشان يجوا وهم كانوا في العين السخنة لهم يومين ثلاثة والنهار ده بنختتم فعاليات المؤتمر الدولي حجم استثماراتهم بتتجاوز المليار دولار وجايين علشان يختاروا عدد من المشروعات الاستثمارية اللي تتم في مصر وفي أفريقيا والمؤتمر مهم بالنسبة لنا لسببين السبب الأولاني الاهتمام اللي بتديه مصر كدولة لعدد من الدول الأفريقية بحكم علاقتنا التاريخية بيها وبحكم أن أفريقيا مكان مهم لنا كمصريين والأمر الثاني أن مصر نفسها تصبح اللي بيسموها فوكل بوينت أو نقطة تركيز للإستثمارات اشتركوا في القناة